وانا الحقيقة انا كاروس كيروش ده انا يعني منحاز لي من الالف الى الياء في كل الاحوال وكل الاحتمالات الراجل ده لو ربنا اراد وتأهلنا يعني بكر لو المتش خلص تعادل لو في اي سيناريو حصل وباذن الله يعني كانت النتيجة مؤدها ان احنا نتأهل الراجل ده المفروض يتعمله تمثال لان الراجل ده استطاع بالتالي ان هو يحقق الحلم في الوصول الى المنديال في من مرحلة المجموعات والتصفيات يصل الى المباراة او المباراتين انهائيتين ويستطيع التأهل على حساب السنغال المصنف الاول افريقيا رغم ان نمد التولي لتدريب المنتخب القومي ست شهور ودي حاجة ما حصلتش تقريبا في حد علمي انها ما حصلتش يجي مدرب جديد على بلد في منتخب في ظروف مش هنتكلم عليها خاصة بالمنتخب او ظروف او احواله ويقدر ان هو يعمل التغييرات دي ويتأهل بهم في خلال اقل من 6 شهور لكاس العالم الراجل ده اكيد لازم يتعمله تمثال مثلا هكتور كوبر كان موجود من 2015 وبعد كده طبعا تأهل الى مونديال 2018 فكان فترة حلوة يعني مر بيها بقوة افريقي 2017 وصلنا طبعا لها النهاية وخرجنا قدام الكاميرون ولكن كان قدام كوبر فترة حلوة يقدر يجهز فيها المنتخب ولكن كاروس كيروش زي ما بنقولك يا بالبلد جيل متدار للنار ولكن باذن الله هيكون متدار للجنة